الفيديو رقم 39 من فيديوهات الأبرلم بشكل عام والفيديو رقم 4 من فيديوهات الفور أرم والفيديو رقم 3 من فيديوهات المسلز of four arm بهذا الفيديو رح نتحدث عن المسلز of posterior compartment of four arm طبعا المحاضرات كاملة للأبرلم والفور أرم والأرم والأجزلة وكل المحاضرات اللي تم تناولها عن الأبرلم تلقوها بأعلى يمين الشاشة كمقترح مجرد تضغطون على هذه الآي ضغطون عليه رح تطلعتكم المقترحات تنقرون على الاناتومي of aberlim أو تشريح الأطراف العلوية حتى تشوفون المحاضرات السابقة نتابع الفيديو موسيقى موسيقى مساء أنوا شابوا وبينات الكل يلقائي تابعوني بهذا الفيديو مثل ما عرفنا بداية المحاضرة رح نتعرف على المسلز of posterior compartment المسلز of posterior compartment أيضا نسميها الاكستنسر supinator muscles وهنا ببساطة من تسميتهن أنه هن المسلز اللي يعملن extension ويعملن supination بنفس الوقت احنا تعرفنا بالمحاضرات السابقة عن المسلز of anterior compartment أو اللي هن المسلز اللي يعملن flexion أوكي flexion ويعملن pronation فاليوم رح يكون حديثنا عن المسلز اللي يعملن extension ويعملن supination بمنتهى البساطة نتابع الفيديو حتى نتعرف على كل التفاصيل طبعا احنا رح نقسم المسلز إلى two layers أو two groups أول group اللي هو superficial layer أو superficial group of muscles of posterior compartment of four R طبعا رح يكون عندنا six muscles بال superficial layer أما بال deep layer أو المجموعة الثانية أو layer الثانية رح نسميها deep layer فمترد عندي superficial و deep بينما بال flexor compartment أو flexor pronator compartment أو بال anterior compartment كان عندي superficial intermediate ومن ثم deep طبعا رح يكون حديثنا بالبداية عن superficial layer of muscles نبدأ أول شيء بال superficial layer of muscles نتعرف على المسلز بشكل brief أكثر مجرد أسماءهن وشيء جدا مختصر حتى يكون عندنا overview عن اللي رح نعمله بهذه المحاضرة طبعا أول مصر رح تكون عندنا هي brachioradialis brachioradialis طبعا مبين anteriorly و posteriorly أيضا عندنا extensor carburadialis longest وعندنا شيء اسمه common extensor tendon common extensor tendon شيء مقارب هو شيء مشابه لـ flexor common flexor tendon اللي كان يربط عدد من العضلات به humerus هذا أيضا رح يربط عدد من العضلات به humerus ولكن من lateral epicontile ذلك كان من medial epicontile أدنى العضلة الثالثة هي extensor carburadialis previous نعم أدنى بال posterior compartment أدنى two muscles يرتبطا بال radius أو يكون من جهة ال radius عمليا وليس يرتبطا من radius extensor carburadialis longest previous بينما كان بال anterior compartment كان أدنى فقط flexor carburadialis واحدة فقط ما عدنا اثنين هنا عدنا اثنين العضلة الرابعة هي extensor digitorum extensor digitorum عضلة وحدة فقط بينما كان عدنا بال flexor compartment كان عدنا flexor digitorum superficialis و profondus هنا عدنا عضلة وحدة هي اللي تعمل extension لل digits وعدنا extensor digity minimi عضلة تختص فقط بال little finger تعمل extension لل little finger بالإضافة إلى extensor digitorum عدنا ايضا العضلة السادسة هي extensor carpi alnaris muscle وهي أضلة تكون من جهة الألنا وهي العضلة الوحيدة يعني بما يخص الألنارس اللي ترتبط بالألنا وتعمل extension للrest على غرار extensor carpi radialis عدنا previous و عدنا longus بينما هنا عدنا واحدة فقط طبعا الفلكسر carpi alnaris تكون قريبة و عملية رح نعرف اكو اكسيبشن هنا و اكو فدس شيء specific لهذاني العضلة تيمي واكو بعضها عضلة ثالثة رح تعرف عليها ان شاء الله خلال هذه المحاضرة رح تكون كلها عدها origin مشترك اه origin مشترك بالالنا فالفلكسر carpi alnaris والإكسسر carpi alnaris يكون قريبات من بعض قريبات من بعض هذه نقطة مهمة و مهمة انه نفهم انه الفلكسر carpi alnaris انه تبين من ال posterior aspect طيب اه عدنا الانكونيس مصل الانكونيس مصل المفروض اه كان ندرسه احنا بال فور ارم ولكن احنا اخذناها بال اه مور اتعامل وياها بال اخذها بال باعتبار انه هي تعمل extension لل فور ارم مثل 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 الترايسيبس فاماليا انه احنا اخذناها بال الارم ولكن هي المفروضة تكون بال فور ارم وبكل الاحوال احنا اللي همنا من العنكونيس اللي همنا انه الاكشن مالتها الاكشن مالتها بال السوبانيشن والفرونيشن وهذا الشيء رح نفهمه بال جوينت من ندرس ال ريديو جوينت ننتقل الى اول عضلة وهي البريكيو راديالس مصل البريكيو راديالس مصل مثل ما قاعد نشوف هذه البريكيو راديالس مصل هي عضلة تكون بال انتيريور اسبكت احنا عرفنا باول محاضرة بال البريكيو راديالس احنا عرفنا انه الأنتيريور كومبارتمنت بروكسيمالي صاير انترو ميديا بينما البوستيريور كومبارتمنت بروكسيمالي صاير يعني من ناحية البروكسيمالي يعني الشيء اللي اقرب الشيء القريب او الجزء القريب من عنده الى الوريجين اوف اورلم رح يكون بوسترو لاترال بوسترو لاترال هاي النقطة تفسر وجود البريكيو راديالس في الانتيريور اسبكت في الانتيريور اسبكت بهذا المعنى عمليا انه البريكيو راديالس هي عضلة نقدر نقول جاي هنا بالغلطة شوان يعني امتيها يعني امتيها انه هي اساسا مو اكستنسر يعني هي ما تعمل اكستنشن هي تعمل فلكشن للفور ارم بهذا المعنى فهي اولا تعمل تعمل فلكشن وما تعمل اكستنشن وموجودة بالاكستنسر كومبارتمنت وهي ايضا موجودة انتيريوري يعني تبين اكثر شيء من الانتيريور اسبكت مع انه هي تنتمي الى الباستيريور كومبارتمنت هذا اكستيبشن و الى حد ما هذا الاكستيبشن مبرر بالنسبة انه لانه احنا اتعرفنا على الكمبارتمنت مسبقا عدنا البركير راديالس تبين من الباستيريور اسبكت مثل ما قاعد نشوف تبين بشكل جزئي وبشكل طفيف جدا مقارنة بوجودها يعني مقارنة بالكمية خلي نقول كمية العضلة او ما تبقى من العضلة بقية الاجزاء من العضلة تبين انتيريوري بشكل كبير وباستيريوري تبين بشكل جدا صغير مقارنة بالانتيريور طيب ولكن مع ذلك انه هذه العضلة شئنا ام ابيناه تبقى بالفاستيريور كومبارتمنت تبقى تنتمي للفاستيريور كومبارتمنت وتبقى تنتمي للأكستنسر سوباينايتر مقارنة بالفاستيريور كومبارتمنت يعني موجودة بنفس الكومبارتمنت معلتهم طيب الان قدنا البركسيمال البركسيمال اتاجمنت طبعا راح تكون بالأم بالهيومرس راح يكون الوريجن معلتها بالهيومرس قدها او ريجن واحد فقط مثل ما قاعد نشوف او ريجن واحد فقط ايضا قدنا الديسل اتاجمنت مثل ما قاعد نشوف الديسل اتاجمنت قاعد تصير هناك مثل ما قاعد نشوف هذه البركسيمال قاعد تكون بهذه النقطة طبعا الديسل اتاجمنت معلتها هي صايرة باللاترال دستال دستال الديسل اتاجمنت فهي راح تبين من الانتيريور ورح تبين من البوستيريور بهذا المعنى مثل ما قاعد نشوف ننتقل الان الى relative position of this muscle طبعا احنا relative position صار عندنا فكرة عنه ولكن انه من اللطيف انه ناخد تفاصيل اكثر طبعا هذه هي البركيو رادياليس مثل ما قاعد نشوف البركيو رادياليس للي ممكن يكون نسا وممكن يكون اساسا محاضر هذه المحاضرة اللي تحدثنا بها عن الكيوبيتال فوسا فالبركيو رادياليسي اللي يتكون الاترال بوردر of the cubital fossa فالميديال بوردر مع البركيو رادياليس رح يمثل او رح يكون لي الاترال بوردر of the cubital fossa بهذا المعنى عندي طبعا مثل ما قاعد نشوف البركيو رادياليس انه قاعد تبين من الفستيري اسبكت ما قاعد نشوف والمهم عندي بهذه الصورة انه البركيو رادياليس هي اول عضلة إذا اتجاهنا من البروكسيمال للدستل فهي أول عضلة من العضلات الموجودة بالسوفرفيشل لير فهي أول عضلة من بعدها رح تجي الأكستنسر كاربيراديالس لونغس والكمون أكستنسر تندن هنا رح يكون والأنكونيس رح تكون أيضا كل هنذني رح يكون الانفيرير لها فهي أول عضلة ونذكر أنه شغلها تعمل إفلكشن شغلها تعمل إفلكشن فمبرر وجودها بهذه الصيغة كإنرفيشن للبريكيو راديالس طبعا كل المصص اللي رح نتعرف عليه اليوم رح يغذيه النيرف واحد هو الريديال نيرف ولكن رح أشير إلى نقطة أن أشرت إلها سابقا وأساسا عن المحاضرتين طويلتين عن هذا الموضوع الرابط بألا يمين الشاشة ولكن ضروري أنه أشير لنقطة مهمة نلاحظ أن الريديال نيرف لو ريدي الرجع إلى الروتس ماتة رح يكون الروت ماتة C5, C6, C7, C8 و T1 فكل الروتس مع البركيو راديالس رح يأخذهن ولكن بالنسبة للبركيو راديالس فرح يغذيها مجرد C5 وال C6 اللي هو رح يكون المين وال C7 بينما هو النيرف نفسه قاعد يأخذ كل الروتس من هذا مجرد نفهم يعني نكون بفكرنا وبتصورنا أنه أنا عندي هذا النيرف نفسه رح يكون عنده نيرف فايبرز من كل ذني الروتس من كل الروتس ولكن الروتس النيرف فايبرز اللي يواصل للبركيو راديالبلاكسس قاعد تكون فقط من C5 وال C6 وال C7 لهذه العضلة من هذا النيرف اللي هو الريديالنيرف هذه المعلومة اللي أفهمها من فكرة C5 C6 و C7 أما من خلي C6 بلون مختلف وأيضا يكون بولد فمعناته أنه هذا هو المين يعني خلينا نقول أنه مثلا 60-70-80% من النايرف فايبرز قاعد توصل من أو قاعد تغذي هذه المسلز جاية من C6 روت بهذا المعنى طبعا كمين أكشنز لهذه العضلة طبعا العضلة وظيفتها أنه تعمل افلكشن ووظيفتها تعمل افلكشن ولكن الافلكشن مالتها يكون ويك مو قوي هي عضلة يعني هي أساسا مو المين افلكسر أو فور ارب المين افلكسر هي عبارة عن بريكيالس مصل فهي نقدر نقول عضلة مساعدة سينارجست اوكي سينارجست ايضا هذه العضلة تعمل يعني الماكسيمال الماكسيمال اكشن أو الماكسيمال برفورمانس مالتها أداءها يكون بأعلى مستوى لما تكون الهاند ميد برونيتد او الفور ارم تكون ميد برونيتد بهذا المعنى راح تكون ميد برونيتد فرح تعمل العضلة بأقصى طاقة لها بهذه الطريقة اما عندي كتست لهذه المصل انه كيف اعمل لها تست اول شي طبعا هي الاكشن مالتها شون قاعد يصق يصق بهذه الطريقة فاني اخلي الشخص او البيشنت يكون يعمل ميد برونيتشن اوكي ميد برونيتشن يعني راح يكون بهذه الوضعية هذا الميد برونيتشن وراح اسلط رزيستنس اوكي فهو راح يكون يعني راح يعمل او فلكشن اغانست رزيستنس طبعا الآن مبينة لو معرف لو مبينة عدكم ولا لا ولكن مبينة البركيو راديالس طبعا هناك نقطة المهمة انه اني مو اذا هو عمل distress قوية اني reflection مات تقاوية المعنى انت احكم على هذه المصل انه هي functional لا مو بهذه الطريقة احكم على المصل انه هي functional لما اعملها palpation وعارف انه هي يعني عاملة contraction بالنهاية متصلبة العضلة متصلبةRS يعني عاملة contraction هذه الطريقة الي يعمل assessment على function او ال action مال هذه العضلة ليش؟ لأنه قلز أنه هي مو المينفلكسر وهي مو الفلكسر الوحيدة فبالنهاية ممكن تكون البايسبس والبركيالس عاملة فلكشن والعضلة مثلا بركيورديالس ما مشتغلة أبدا ولكن لما أعمل لها بالبيشن فرح أتأكد مية بالمية أنه إذا كانت كونتراكتت يعني هي فونكشنل بهذا المعنى الآن ننتقل للعضلة الثانية وهي الأكستنسر كاربيراديالس لونغس مصل كجينرال ديسكريبشن طبعا العضلة رح تكون مباشرة جاست مفيرير للبركيورديالس ورح تكون البركيورديالس أم غطيتها بجزئية معينة رح تكون پارشلي كفريت كفر ذاكستنسر يعني بركيورديالس پارشلي كفر ذاكستنسر كاربيرديالس لونغس العضلة تمتد وتوصل للهاند بينما كانت البركيورديالس ما توصل للهاند فالبركيو رادياليس هو واحدة من العضلات اللي ما تعبر الريست جوينت بينما الاكستنسر كاربي رادياليس لونغس سوري الاكستنسر كاربي رادياليس لونغس عضلة تعبر الريست جوينت يعني راح توصل للهاند مثل ما قاعد نشوف التندن مال هذه العضلة راح يكون مغطى بالديب ماسلز اللي هي الابدكتر بولوشوس دونغس والاكستنسر بولوشوس بريبس راح تغطي جزء من التندن مالتها لهذا المعنى فهذه العضلة تجي لهنانا ترتبط بالسكند متاكاربال بون وراح تغطيها ذني الطبعا كأوريجن لهذه العضلة فالأوريجن راح يكون جست انفيرير مثل ما قاعد نشوف جست انفيرير للأوريجن أوف بريكيو رادياليس يعني كتر تير اهنان عندي بريكيو رادياليس اهنان عندي مباشرة الاكستنسر كاربيرادياليس لونغس عمليا الاكستنسر كاربيرادياليس هذا الاصبع اللي يكون بوشرة بعد الابهام نسمي اندكس وهو عمليا يكون وعمليا راح يكون عندي الاكستنسر كاربيرادياليس لونغس هو عبارة عن ننتقل الان الى الريلاتف بوزيشن وهو مثل ما نعرف شيء من اهم النقاط اللي لازم نعرفها عن اي موجود بالجسم لهذا السبب ان يخلى بصورة كبيرة للتأكيد اه ادنا طبعا الاضلة مثل ما قاعد نشوف اول شي ناخذ هذه الصورة اه هذه هي البركيو رادياليس هذه هي الاضلة هي البركيو رادياليس مثل ما قاعد نشوف هي الـ most superior one او most proximal one بعدها انه راح يكون عندي الاكستنسر كاربيرادياليس لونغس اللي هي العضلة اللي احنا قاعد نحتم بها بدراستها اه تجي الاضل طبعا الاضلة راح تكون ايضا سوبرير او بروكسيمل للأكستنسر كاربي راديالس بريفيس اللي هي العضلة أخذها بما معناته أخذها رح تكون أيضا سوبرير أو بروكسيمال للكمن أكستنسر تندن وأيضا بروكسيمال أو سوبرير للأنكونيوس معصل هذه الريلاتيف بوزيشنز أو الريلاتيف تيرمز اللي قاعد أتكلم بيها أنه ضروري أن تكون بتصورنا بمخيلتنا ضروري أنه إحنا أساساً مفروض بمجرد أن نشوف الصورة معلتها نقدر نصف كل هاي الأمور اللي قلتها طبعاً أو ديستالي التندن مال العضلة الأكستنسر كاربي راديالس هن الريفيس واللونغس أساساً رح يتم تغضيتهن ب يعني كفر رح يصير لهن كفرينج بالأبدكتر بولوشز لونغس والأكستنسر بولوشز بريفيس يعني الديب مصولز رح تعرف عليه إن شاء الله بالمحاضرة القادمة فرح يتم تغضيتهن بهذه الطريقة ومن ثم رح يجن يدخلن تحت الأكستنسر ريتيناكلر ويوصلن إلى الإنسيرشن مالتهم كأنرفيشن للأكستنسر كاربي راديالس لونغس طبعاً النيربز كالعادة الراديال نيربز والروتز مالتها رح تكون سي 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 سبن ما عندي روت مين أثنينات هنهن هنهن يغضن بنفس الطريقة أو بنفس الكمية فما عندي روت يكون مين أه طبعاً كمين أكشن لهذه العضلة العضلة تعمل أكستنشن هي من اسمها أكستنسر كاربي راديالس لونغس فهي راح تعمل أكستنشن أكستنشن للرست الاترست جوينت يعني أكستنشن للهاند اترست جوينت أيضاً الطريقة أو أيضاً تعمل هي اب دكشن طبعاً الآن أنا من أخلي إيدي بهذه الطريقة بالاناتوميكال بوزيشن يعني أنا راح أمثلهم وبالاناتوميكال بوزيشن ولكن يعني هذه العضلة راح تكون وظيفتها أنه تعمل هذه الحركة يعني تعمل هي هاي الحركة وتعمل هاي الحركة فمن الصر كومباين موفمنت يعني خليه نقول أنه حركة مركبة أنه راح يكون بالنهاية العضلة راح تعمل هذه الحركة هذه الحركة اللي هي كومباين أو كومبينيشن ما بين الأكستنشن والأب دكشن أوكي لأنه هذه راح تكون أب دكشن إذا رجعناها لي الأنتوميكال بوزيشن ما أعرف إذا طالعني ولا لا ولكن هذه هي عملياً الأب دكشن بهذا المعنى هاي هي الأب دكشن هاي برونيشن هاي هذه الأب دكشن أنه مجرد حركة بسيطة هي أكل ميتيشن فهي يعني بمعنى دقيق هذه الحركة وهذه الحركة فراح تعمل بهذه الطريقة هاي المين أكشن أوف ديس مصل أيضاً إلها أكشن مهم أنه أنا لما أثبت إيدي مثلاً أنه أنا لما أضغط على إيدي أنا أسأل عضلات اللي قاعدة تكون حول الرست عندي قوية فإنه إيدي ثابتة إيدي ما قاعدة تتحرك يعني الرست جوينت أنا أقدر أثبتها بشكل قوي وحدة من العضلات اللي تساعد بالفست كلانترينج هي هذه العضلة أنه تثبت لي الرست بحيث أنه ما تخلي لا يروح بنا ولا يروح بنا بهذا المعنى مع مما معناته أنه تثبت لي الرست جوينت حتى لا يصبح عاديا ت attractive لأن مثله علمت pd فهذه العضلة تساعدني بالرجست جوينت فهذه العضلة تساعدني على أنه أثبت الرست جوينت مالتي هناك كالعضلات لحل هذا العضلات فالعمل العضلة بالضبط هو شنو؟ عمل العضلة انه تعمل abduction و extension فانه ببساطة انا رح اعمل pronation للهند او للهند رح اعمل pronation واضغط على ايدي هنا ويكون عندي بهذه الطريقة يعني رح نعمل extension رح نعمل extension و abduction بنفس الوقت فرح يكون combined movement combination و abduction فرح اخلي ايدي هنا ورح اضغط بهذه الطريقة فرح اقدر اعمل assessment لانه العضلة شغالة ولا لا ولكن شون عمل assessment لازم اتلمسها اعملها palpation فرح اشوف انه العضلة متقلصة والطريقة المثلة صراحة انه اشوف التندن مالتها انه شغال ولا لا هذي ايضا طريقة يعني انا نشوف انه التندن افضل لانه هذي كمية كبيرة من العضلات طبعا رح نتعرف على ذن الكمية الكبيرة من العضلات ك surface anatomy عنهن بمحاضرة مفصلة رح تكون surface anatomy لكل المسل تندن 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 شون اتعرف عليها من خلال surface anatomy هذه طبعا رح تتعرف عليها يعني بالمحاضرات القادمة وايضا هو التست مو شغل الاناتومي بشكل دقيق ولكن احنا لازم ناخذ فكرة عن التست مثل ما نشوف انه لازم اقدر اعمل palpation للعضلة و palpation للتندن ننتقل الان الى الاربع عضلات الباقية المسلز of common extensor tender طبعا انا حبيت انه اجمع هذه العضلات بصيغة وحدة حتى نعرف يعني حتى نكون عارفين relative position لانه شي كلش مهم وايضا حتى تترتب المعلومات الصحيحة بأدمغتنا ومن ثم رح يكون عندنا انه ذكر لكل عضلة بشكل المنفصل وتفاصيل خاصة بكل عضلة الان احنا رح نتحدث الى حد ما على التفاصيل العامة لذني الاربع عضلات اللي يتبقن اللي هنه يعني العضلات اللي يكون العضلات اللي يكون هو general description لذني المسلز طبعا هنه المسلز اه نبلش احنا اول شي نتعرف على العضلات اللي اخذناها سابقا حتى تكون الصورة متسلسلة عندنا اول عضلة اللي هي من يعني الموست سوبريور ون او الموست بروكسيمال ون هي عبارة عن الموست سوبريور ون او الموست بروكسيمال ون من العضلات اللي قاعد اتحدث عنهم خلال هذه المحاضرة اللي هنه السوبرفيشل اللي مكونات السوبرفيشل مش دوريشل بروكسيمال من قاعد الموست بروكسيمال الباقسيمال بهذا المعنى طيب عندنا الاكستنسل او هنه الجسد بعدها راح يكون عندي الاكستنسل تندن هو التندن اللي راح نتحدث عن العضلات اللي تنطلق من عنده طبعا اول عضلة راح تكون عندي هي الاكستنسر كاربي راديالس بريفيس الاكستنسر كاربي راديالس بريفيس بعدها الاكستنسر ديجيتورم وبعدها راح يكون عندي الاكستنسر ديجيتي مينيمي وعندي راح يكون الاكستنسر كاربي النارس طبعا اول عضلة اللي هي الاكستنسر كاربي راديالس بريفيس انا ما اتحدث عن هذا الشيء خلال البداية المحاضرة أول نقطة حتى نفهم يعني أنا أريد الآن العضلات متجمعة هنا حتى نعرف اسمهم وحدة وحدة أول شيء أدي إلى بريكيو رادياس بريكيو رادياس من اسمها بريكيو جاء من بريكيو فمعناتها أنه هي تكون بالأرم تنطلق من الأرم ورادياس جاء من رادياس يعني معناتها للعظم هو الرادياس ورح تكون يعني لاترالي رح تجي لاترالي وترتبط بالرادياس فهي مرتبطة بالهيومرس ومرتبطة بالريدياس فأخذت تسميتها بريكيو رادياس من البوزيشن مالتها أو من الأوريجن والإنسيرشن مالتها أما الأكستنسر كاربي رادياس لونغ اس فأيضا نفس الحالة يعني تعمل أكستنشن فهذه الأكستنسر جتي من الوظيفة مالتها من الأكشن مالتها فهي تعمل أكستنشن فسميناها أكستنسر كاربي لأنه توصل يعني تعمل على الرس جوينت تعمل على الرس جوينت فلهذا السبب سمعناها كاربي وأيضا هي تعبر الكاربس أو تعبر الرس يعني بمعنى أنه راح تشتغل على الرس جوينت هذه تسمية كاربي أما رادياس فلأنه هي جاية من جهة الريدياس يعني صايرة لاترالي أو من جهة الريدياس لونغ اس لأنه عندي أضلتين عندي وحدة بريفس وحدة لونغ اس فعندي أضلتين راح يكون يعني تنطبق عليها نفس الشروط الأولانية اللي هنا ثنينة أكس سنسر ثنينة كاربي يعني ثنينة راح يشتغل على الكاربس على الرس جوينت واثنينة من جهة الرس جوينت ما أقدر أسميه تسمية ثانية غير أنه لونغ اس و بريفس وأيضا راح تسهل علي الحفظ وتسهل علي التذكر هذا مهم بالأناتومي الأناتومي يجعلون الاسم يريدون اسم يكون واضح سهل الحفظ مو غايتهم أنه يعقدون مو غايتهم يعقدون المسألة غايتهم يبسطوها بأبعد صورة ممكنة بأبسط صورة ممكنة يصنعون الاسم للعضلة طبعا هذه هي البريفيس أرفنا هس اللونغس والبريفيس سبب تسميتهم سبب تسميتهم الأضلات الثلاثة أرفنا تسميتهم أما الكامون أكس سنسر تندن أيضا سبب تسميته لأنه عدد من العضلات كلهم يكونن أكس سنسر يرتبطن بي تندن يكون لهم تندن واحد يكون لهم نفس الأوريجن فلهذا السبب سمينا بالكامون أكس سنسر تندن أيضا عدنا الأكس سنسر ديجيتورم الأكس سنسر ديجيتورم هي العضلة الوحيدة اللي تعمل أكس سنسر للديجيت أكس سنسر لأنه هي تعمل أكس سنسر ديجيتورم يعني توصل للديجيت يعني الأكس سنسر مالتها أو الأكشن مالتها رح يكون على الديجيت فأكس سنسر ديجيتورم هذه السبب تسميتها اما الاخستنسر الاخستنسر spokes او للتل فهذه معناて الاكستنسر مينمي جاية من مينمم له اصغر شي جايه من دجت او فنجر فهذه سبب تسمية العضلة يعني تعمل extension للتل فينجر أما الأكستنسر كاربي ألنارس فهي العضلة التي تعمل extension للرست وتكون من جهة الألنا بهذا المعنى فلهذا السبب سميناها الأكستنسر كاربي ألنارس الآن بهذا المفهوم البسيط عن العضلات طبعا مفاهيم جدا بسيطة تعتبر لأنه أنا مجرد قاعد أسمي العضلات على أساس موقعها وعلى أساس الأكشن مالتها فتسميات جدا بسيطة إذا إحنا فهمنا سبب التسمية وفهمناها بهذه الطريقة رح يكون جدا سهل أنه إحنا أساسا نقوم نطلق أسماء أنا أضطي أسمي العضلة من أقول أكستنسر لأنها تعمل extension من أقول كاربي لأنها تصل للكاربس أو الرست من أقول ألنارس إنها موجودة من جهة الألنا فعمليا أنه أنا صارت عارف شون قاعد أصير التسمية فعمليا رح يسأل عليها جدا حفظها هذه كانت العضلات of common extensor tendon كgeneral description عنها الآن ننتقل لأوريجن مالتهم طبعا الأوريجن كلهم يكون عندهم نفس الأوريجن اللي هو باللاترال epicon dial of the humerus اللي هو المكان اللي يرتبط بالcommon extensor tendon اللي هذه النقطة بالضبط طبعا هذه النقطة مبينة anteriorly والosteriorly ما مبينة بشكل كبير مبينة أكثر شيء anteriorly أما كdistal attachment أو attachments لذني المسلس كلهن أول شيء أنا عندي brachioradialis مثل ما نعرف أنه هي صارة باللاترال aspect أو lateral distal aspect of the radius صارة هنا بالضبط وعندي أيضا extensor carby radialis longest اللي صارة ب second أو base of second metacarbal bone extensor carby radialis previous راح تكون بصفها مباشرة هذا هي طبعا يعني تكون أخضر مجرد مراجعة هنا نأخذ الشيء الجديد اللي يكون بالأحمر يعني الأحمر مقسب يعني بحارف جديد والآخر طيب هنا extensor carby radialis previous راح تكون بصف بالأضمة اللي تكون بصف الأضمة اللي تكتبط بها extensor carby radialis longest اللي هي راح تكون third metacarbal bone العضلة الأخرى اللي هي extensor digitorum extensor digitorum لها انتشار واسعة الانتشار من ناحية الinsertion معلتها فهي راح ترتبط ب extensor digitorum يعني راح ترتبط أكو شيء نسمي راح تعرف عليها بقى شوية ولكن راح يكون اسمه يعني central bands اللي هي عبارة مكان ارتباط خلو نقول مكان ارتباط الاكستنسر digitorum بال base of middle fillings او middle phalanges بالجمع المدل phalanges راح ترتبط بهن الاكستنسر digitorum من ناحية posteriorly يعني نحن قاعد نتحدث عن extensor فرح يكون posteriorly فهذه اول نقطة ترتبط ككل digit يعني بشكل منفرد فهذه اول نقطة ترتبط به النقطة الثانية راح نسميها lateral ستعرف عليهم راح تكون بال distal فعمليا انه الاكستنسر digitorum راح تشتغل على ال both inter phalangeal joints احنا كان ادنى بال flexor compartment او flexor pronator compartment او بال anterior compartment كان عندي flexor digitorum superficials اللي تشتغل على middle بينما الاكستنسر digitorum profundus تشتغل على distal او 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 هنا عندي الاكستنسر digitorum راح تشتغل هي نفس العضلة راح تشتغل على الاسبع الواحد ب مكانين ب two joints اللي هي يعني both inter phalangeal joints بهذا المعنى ف راح ترتبط هنا مثل ما قاعد نشوف ترتبط هنا وترتبط هنا بال middle وال distal عندي العضلة الثانية او العضلة الاخرى خلي نقول الاكستنسر digiti minimi muscle اللي هي راح تكون بنفس الطريقة ما الاكستنسر digitorum نفس الطريقة ولكن راح تكون specific فقط لل little finger اللي هي الاكستنسر digiti minimi العضلة الاخيرة اللي هي الاكستنسر carpi alnaris muscle الاكستنسر carpi alnaris راح تكون بال base of the fifth metacarpal bone هذي بشكل عام كل ال origin صور كل ال insertion للم muscles اللي اخذناها اللي حد الان الان كل muscles of common extensor tendon راح يغذيهن نفس ال nerve اللي هو deep branch of radial nerve بالنهاية radial nerve ولكن branch ما لت و راح نتعرف على هذا الشيء انه بالمستقبل يعني ان شاء الله مو هذه المحاضرة البعدها راح نتعرف على كل ال nerves of 4R ونتعرف بالضبط شنو هو deep branch وش وكت يصر deep وشنو بالضبط ومو deep branch بالشكل specific راح يغذيها جزء من deep branch فهذا الشيء راح نتعرف عليه ان شاء الله بالمحاضرات السابقة عن 4R وايضا كل roots يعني كل ذني المصص راح يكون ال icon الهن root مشترك اللي هو عبارة عن C7 اللي هو main C7 اللي هو main و C8 اللي هو minor بهذا المعنى الان ننتقل الى يعني طريقة صراحة انا حبيث اشرح بهذه الطريقة حتى يكون سهل الحفظ يعني اللي خلص هذه المحاضرة عمليا حسب اللي اشوف انه راح يكون بشكل كامل ونفهم العضلات وحفظ كل المعنوات الموجودة هنا وفهم ها بسبب كمية التكرار الموجودة بهذا الفيديو ننتقل الان الى انه نتحدث او نشرح او نعرف نتعلم نعرف كل هاي الامور اثنين هن يعني خلي نقول بإطار بإطار سوي خلي بإطار نفس الصورة ونخليهن بإطار ونخليهن بذاكرتنا الاكستنسر كاربي راديالس لونجس و فريفوس مصل الدستل اند احنا من البروكسيم اند انه عرفنا انه العضلتين ادهن طبعا كل وحدة لها الخاص مولدها طبعا الاكستنسر كاربي راديالس فريفوس تكون بالكمن الاكستنسر تندن بينما عندي اني الاكستنسر كاربي راديالس لونجس تكون لها مختلف تماما ولكن جست سوبرير لها وال البروكس تكون جست انفيرير او جست دستل ل ل ل لونجس طبعا من نمشو اياهن نمشو اياهن ونوصل الى الانسرشن مالتهم قبل لنوصل الانسرشن مالتهم نشوف انه هذه العضلتين مغطية التندن مالتهم اثنين فعمليا انه التندن اوف افلكسر او سوري الاكستنسر كاربي راديالس لونجس و بريفوس مصوز راح يكون ديب ل الابدكتر بولاشز دونجس وال اكستنسر بولاشز بريفوس في الثنين راح يكون هذه راح يكون ديب الى ذني العضلات بهذا المعنى هذا الشيء ضروري انه يكون بمخيلتنا وبذاكرتنا وبمعلوماتنا لانه عمليا انه راح نحتاج بالتمييز انه يمكن ذني العضلات نعتبرها بال سلطان فلازم نكون معين لهذا الشيء الان عدنا الشيء اسمه اللي يصنع الاكستنسر ريتناكلا احنا اخذنا الاخل الان راح ناخذ الاكستنسر ريتناكلا الاكستنسر ريتناكلا هو نقدر نقول انه عبارة ان هو عمليا انه لكن يغطي التندنس او ديستل ديستل بارت من كل الاضلات من كل الاكستنسر من كل الاضلات تقريبا اللي موجودة بال الفرار للفرار فهذا التندن او سوري هذا الريتناكلا قائد يكون فمثل ما قائنا نشوف هذا او هذا يعني حسب تسميتهن مثلا ناخذ هذا اللي هو عبارة عن اللي راح يكون خاص لأكستنسر كاربي النارس مصل بهذا المعنى فالأكستنسر كاربي النارس مصل راح يكون التندن مالتها داخل بكمبارتمنت خاص بعمل هي الأكستنسر ريتيناكلا مع الألنا بهذا المعنى فهذا عمليا احنا خلي ارسم لكم افضل فالكمبارتمنت اللي هنانا عمليا معمولات بالأكستنسر ريتيناكلا هذا هو الأكستنسر ريتيناكلا ومعمولات بهذا البون فهذا اللي راح يعمل الكمبارتمنت ايضا هذا راح يعمل كمبارتمنت مثل ما قاعد نشوف هذا كمبارتمنت وعدنا طبعا هذا ايضا كمبارتمنت مثل ما قاعد نشوف هذا ايضا كمبارتمنت فكل واحد من ادهن يعني خاص بي يضم مجموعة من التندنز او تندن واحد فقط لعضلة معينة. هذا هو ببساطة اللي يعملها الاكستنسر ريتناكلان. فاحنا هنا اهدنا شيء لكل الاكستنسر اللي راح نتعامل بياهم اليوم. واحد اللي راح نتعامل بياهم بكرة او بالمحاضرة القادمة يعني. اما كالشيء سبسيفيك للأكستنسر كاربي رادياليس لونغس و بريفوس. فرح يكون بهذا السلايد. طبعا هذي هي الاكستنسر كاربي رادياليس بريفوس ولونغس تندن. هذا هو التندن مع البريفوس. وهذا التندن مع اللونغس. طبعا اللونغس راح تكون هي اللاترال والبريفوس هي راح تكون الـ Medial يعني الـ Longest ستكون Lateral للـ Previous والـ Previous ستكون Medial للـ Longest هذا الشيء مهم Relative Position مهم فالـ Tendon سيرتبط ما للـ Previous سيرتبط هنا ما للـ Longest سيرتبط هنا طبعا الـ Tendon سيكون بنفسه Compartment هذا Compartment خاص اللي هو Second Compartment رح يكون خاص بالـ Extensor Carby Radialis Longest و Previous Compartment خاص بهن يعمل الـ Extensor Retinaculum مع الـ Radius فهذا هو الـ Compartment وطبعا رح يكون لهن نفس الشيث نفس الـ Tendon's Sheet اللي هو رح يكون يعني Synovial أو Tendon's Synovial Sheet رح يكون خاص لذني الـ Both Muscles فبهذه النقطة لو شوفون هذه النقطة اللي احنا قاعدين نقص بيها فبهذه النقطة قاعدين ندمجا يكون النفس الشيث بهذا المعنى فليهذا السابق سمينا Tendon's Sheet of the Extensor Carby Radialis هنا المفروض أكو E هنا حتى يصير Radialis يعني العضلتين بهذا المعنى الآن هذه الصورة من نتر ديش كانت صورة من مور أوكي لأنه ديش الصورة بين الـ Compartments أكثر هنا التفاصيل نوعا ما أنه الـ Reality مالتها أكثر يعني حقيقية أكثر ذني الـ Both Tendons هذا مال الـ Previous وهذا مال الـ Longest وهنا قاعد نلاحظ أنه هي قاعد تكون inferior للـ Extensor Retina Clum وهنا قاعد تكون الشيث يكون هو عبارة عن شيث واحد يبدأ يبلش مو شيث واحد بعدين ينصر شيث واحد بعدين ينتهي يعني كأنه ينفصل بهذا المعنى الآن كمين اكشن للـ Extensor Carby Radialis Previous E-C-R-B Extensor Carby Radialis Previous هذه الاختصارات ممكن يعني طالبوكم بيها أو شيء صراحة معرفة لكن هي اختصارات موجودة طبعا شغل الـ Extensor Carby Radialis Previous هو نفس Longest ببساطة هو نفس اللي هي تعمل Extension وتعمل Abduction فبالنهاية Combined Movement أو Combination ما بين Extension و Abduction Abduction فهي أضلة يعني هي والLongest والPrevious ديناتها نفس العمل ولكن Longest تكون شغالة أكثر بالFist Clenching أنه تثبت الفست تثبت القبضة بحيث أنه لا تروح منها ولا تجي منها بهذا المعنى أيضا ك الـ اكشن من الـ ما سيكون الـ أكشن مهم لازم نعرف تفاصيل تفاصيل مهمة هذي تفاصيل مهمة عن الـ أكشن مالذني البوث طبعا يعني هنه يشتغلا كسينرجست يعني أنه يساعدا الأخرى مثلا يعني يعني يثبتا مثلا يثبتا حتى تشتغل العضلات البقية فيعملا كسينرجست هذه واحدة من أهم الوظائف فيعملا سينرجست يعني يكون سينرجيتك للعضلات البقية أيضا أنه لما يشتغل سوية ثنينات يشتغل سوية فإنه رح يعمل ابداكشن ورح يعمل اكستنشن فهذه الكمباينت موفينت ذني اثنينات ذني الابلتية رح يكون هذه وظيفتهم الأساسية فرح يعمل اكستنشن وابداكشن فالكمباينت موفينت أو الكمبينيشن ما بين الاكستنشن والأبداكشن رح يكون بهذه الطريقة ولكن لمن هذني العضلتين يشتغل مع الأكستنسر كاربي النارس أكستنسر كاربي النارس رح تكون وظيفتهم الأكستنشن طبعا الأكستنسر كاربي النارس احنا تعرفنا عليها رح تكون عضلة هنا موجودة تقريبا فمن رح يعمل يعني ذني العضلات اللي هي الاكستنسر كاربي الاكستنسر كاربي راديالس لونغس وابريفيس مع الاكستنسر كاربي النارس رح يعمل أكستنشن pure extension هذي الحركة رح تعملها تلف عضلات هذه الحركة رح تعملها بشكل أساسي تلف عضلات اللي هي الاكستنسر كاربي راديالس لاونجس وابريفيس وراح تعملها ekstensor County Alnars هذه الاكستنشن اما هذه العضلات ممكن تعمل ابداكشن ممكن تعمل هذه عضل الحركة ابداكشن بيور ابداكشن لمن تشتغل مع الفلكسر كاربي راديالس الفلكسر كاربي راديالس FcR الفلكسر كاربي راديالس ارجى اعيد المعلومة انه هذه العضل hug الاكستنسر كاربي رادياليس لونجس و بريفيس راح تشتغل اكستنشن لما تعمل مع الاكستنسر كاربي رادياليس تعمل بيور اكستنشن بينما راح تعمل اابدكشن بيور اابدكشن لما تشتغل مع الفلكسر كاربي رادياليس بهذا المعنى الآن ننتقل للاكستنسر ديجيتورم مصل ناخذها بشكل تفصيلي أكثر احنا اخذناها مع المصلز افكمون اكستنسر تندن ولكن لازم ناخذها بطريقة تفصيلية وحدي لانه كل عضلة من ذني العضلات مهمة جدا وعضلات الفور ارم يعني دفنت لي انه هي راح تكون الحصة اكبر من باقي العضلات بالامتحان بداية انه عندنا احنا ديستل اتاجمنت او قبل الدستل اتاجمنت هي اكو عندي اني صراحة البرحة شغلت وقتي كثيرا بهذه العضلة انه انا اريد افهم انه هذه العضلة توصل للتل فينجر ولا ما توصل لانه الصور يعني شفت كذا صورة مثلا ابنتر مصورها بطريقة معينة شفناها قبل شوية الصورة مصورها بطريقة مختلفة غريز مصورها بطريقة مختلفة رحت بعدين لي يعني ريل اميج انه اكو صور حقيقية عن اجزاء من جسم الانسان اعملي لها تشريح و ديسكشنز يعني و مضطينا اياها فشفت انه اكو الى حد ما العضلة بيها ولكن غالبية البشر رح يكون عندهم الاكستنسر ديجيتورم تضطي لكل الى 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 four digits اوكي اماليا انا ما شفت صورة متبطي ولكن لاحظ انه little finger شوية ما ما اخذ حصة كفاية ببعض الجثث ما ما اخذ حصة كفاية من الاكستنسر ديجيتورم باعتبر انه الى عضلتها الخاصة ولكن مع ذلك انه المصد كومن اللي رح نشوفه اللي هو تقريبا يمكن 99% اللي رح نشوفه ما عرف صراحة بالنسبة بشكل دقيق ولكن اكثر اللي رح نشوفه رح نلاحظ العضلة بهذه الصيغة تقريبا لو نلاحظ هذه هي الاكستنسر ديجيتورم هذه العضلة هي الاكستنسر ديجيتورم رح يتكون four four tendons وكل tendons رح يروح الواحد من ال digit هذا لل second والthird والfourth والففث بينما الاكستنسر ديجيت هي منيومي قاعدة تروح فقط للتل فينجر هنانا تبين الصورة هنا مثلا هذا نتر اطنيها شوية مربكة لو نلاحظ انه هذه هنا هذا tendon نفس انشق راح له هنا وانشق راح له هنا فعمليا انه الاكستنسر ديجيتورم قاعدة تغطي لكل ال ديجيتس ما عدا طبعا ال thumb هي تغطي لل four medial ديجيتس او four medial fingers او ديجيتس نفس الشي طيب ننتقل بعدها الى distal attachment اريد اشوفها بصيغة اكثر طبعا هذه الصورة ايضا مربكة هذه بمور صورة من مور ايضا مربكة لو اللحظ انه هي مبحث لشي من عدها غير فقط هذا فعلى ما اعتقد انه هذه الصورة اجتي بسبب ال variation اللي ممكن تكون موجودة او يمكن انه مور مدقيق 100% ولكن بكل الاحوال انه 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 عندي المعلومة تقول انه هي تضطي لل four digits ال four medial digits الان عندي شي اسمه common extensor synovial sheath هو عبارة عن synovial sheath رح يضم عضلتين او رح يضم tendons of two muscles اللي هي extensor digitorum وال extensor polishes sorry extensor indices indices معنات اللي توصل لل index لفظ يمكن يكون مدقق 100% ولكن هذا اللي كان ما يلفظ الان يعني google الا لفظ كل واحد يلفظ شكل لانه اساسا الكلمات الاتينية مو انجليزية عمليا يعني فادنا هذه هذا هو هذا 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 هو او التندنس synovial sheath او common extensor synovial sheath طبعا ذدني كل هن رح يكون لذن كل ذني tendence وهذا snobial sheath رح يكون بنفس compartment اللي هو هذا compartment خاص به ذني five tendence رح يكون لهم compartment خاص به رح رح نعمل هذا compartment ب الاكستنس التي نكلم وال radius اوكي وال radius اه ننتقل بعدها الى ال function الان اكو نقطة اللي هي inter tenderness connection ال function ما تقبل ال function اللي هو شنو اصلا ال inter tenderness connection من اسمه inter tenderness هو عبارة عن شي مثل ال tenderness هذا وظيفة شنو وظيفة انه بهذه الطريقة بسبب وجود هذا الشي بسبب وجود هذا ال structure انا ما رح اقدر اعمل الاول extension ما رح تقدر تعمل extension ل يعني ل finger دون finger اخر لازم تعمل ال نفس يعني full extension full extension ما تقدر تعمل لكل واحد منعتهم full extension لازم اذا تريد تعمل full extension لازم تعمل لهم سوية كل بهذا المعنى ولكن للواحد فقط انه ممكن تعمل extension ولكن مو فلي رح نشوف اكو limitation يعني ستلوا تحاولون انه تعملون extension ل واحد من ال finger مالتكم رح تلاحظون انه انه تقدرون تعملون extension ولكن هو هذا ال enter tenderness connection فبسبب وجود هذا شي ما رح تقدرون تعملون full extension لواحد من ال digits independently بهذا المعنى ننتقل الان الى هذه الصورة طبعا هذه الصورة التطيط هو ضيح اصدق للتركيب الجسم البشري لو نلاحظ انه هذا ال tendon رايح بجزئية معينة رايح الى little finger وهذا هو اللي قاعد يمثل ال inter tenderness connection هذ هذ هنه ثلاثة اساسا هذا واحد هذا واحد وهذا واحد ولكن عمليا لازم نخلو دماغكم انه تقدرون تعملون full extension تقريبا full extension وهو عمليا full extension لل little finger لانه هو العضلة خاصة به اللي هي extensor digit minim فهاي النقطة لانه اني ما قدر اعمل full extension رح يكون little finger الى exception exception بيها الان ننتقل الى الشيء تفصيلي اكثر عن distal attachment احنا عرفنا انه التفاصيل هاي عرفناها عنها عن هذه العضلة عن التوشمن او شون يمر خلو نقول ال passage و مادة الان رح اريد نعرف انه شون رح ترتبط بال finger نفسه شون رح ترتبط بال finger طبعا هذه المعلومات اللي رح اذكرها رح تكون معلومات جزئية يعني لازم يكون عندي هاند لانه ببساطة ذني الاضلات كلهن انا ما عرف هن يعني بمعنى انه احنا ما درسنا لحد الى ما شرح درسنا على القناة فذني الاضلات رح نترك هن يعني هن السبب اللي رح اقدر اشرح بالكامل هنا ولكن رح اضطي كم فكرة نكمل ها بعد الفكرة هي انه كل تندن من الاكستنسر ديجيتورم كل تندن جاي من الاكستنسر ديجيتورم لواحد من الفينجر لواحد من الفينجرز رح يعمل شيء اسمه Extensor Expansion Extensor Expansion يعني معناته أنه رح ينتشر رح ينتشر هو عبارة مثل رح يكون مثل الأفنيوروسز هو عمليا أفنيوروسز رح يكون شيء مثل أفنيوروسز نسمي Tendinous Apenurosis تفاصيل بعدين رح نأخذها بالهند فرح يكون بهذه الطريقة يرتبط وينتشر ينتشر على اليمن ينتشر على هذا الجوينت فرح يغلف هذا الجوينت بشكل جزئي نسمي هذا Structure نسمي Extensor Expansion هذا Extensor Expansion رح يمتد أيضا يعني هو رح يتكون من يعني basically من Extensor Digitorum Tendon اللي رح لكل رح ينتشر ويغلف بشكل جزئي الميتا كاربو فلانجيال جوينت وبعدها رح ينتقل إلى ال Middle الى Middle Phalanx رح يعمل Insertion بال Middle Phalanx ب Band Okey Band الباند معناتها انه حزمة فحزمة من الالياف من من الفايبرز اللي موجودة بهذا التندن حزمة من عنده خلل نقول نصفه أو جزء من عنده رح يعمل Insertion وين بال Middle بال Middle Phalanx أو Middle Phalanx بشكل يعني جمع ف بال Middle Phalanx بعدها رح يكمل طريقة ذن اللي رح يكمل رح نسميه هنا Lateral Bands هاي سميناها Central Median Median Band أو Central Band تسميتين الها Median يعني جاهل انه هي منتصف تنصف و Central Band طبعا نتعر سماها Central و More سماها Median فالها تسميتين يأما Central Band أو Median Band المedian Band رح ترتبط بال Middle Phalanx بال Base of the Middle Phalanx وال Lateral Bands اكون lateral اثنين لكل Digital Lateral Bands رح يتكمل و مثل ما قاعد نشوف رح يتكمل وتوصل الى Distal Phalanx أو Base of the Distal Phalanx ففي هذه الطريقة رح يكون اكون لأكس بكل ديجت لها Two Sides لل Insertion بهذا المعنى طبعا هذه صورة اخرى توضح الامور اكثر توضح انه عندي النقاط اللي قاعد تشتغل عليها العضلة انه هي كل ذني الجوينت هذا وهذا وهذا كل ذني الجوينت بسبب انه هذا الاكستنسر 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 اللي قاعد هو من اسم انه قاعد ينتشر لكل الفينجر لكل الدجت الواحد فعمليا قاعد يشتغل على كل الجوينتز الموجودة بهذا الدجت كمين اكشن للأكستنسر كاربي سوري الاكستنسر ديجتورم الاكستنسر ديجتورم راح تعمل اكستنشن للميديل فور ديجتز او ميديل فور فينجرز ديجتز باللاتن وفينجرز راح تكون بالانجلش طيب الان برايمارلي بشكل اساسي يعني العمل الاساسي الوظيفة الاساسية لهذه العضلة انه هي تعمل اكستنشن للفينجرز للدجتز او ميتا كاربو فلانجيل جوينت اللي هو هذا الجوينت اللي صار هنا هذا نسمي الميتا كاربو فلانجيل جوينت فاحنا نتخلي ايدك هنا ونتخلي ايدك هنا كلهن راح نلاحظ انه هذه تقلص فرح تعمل بشكل اساسي على متا كاربو فلانجيل جوينت وتعمل بشكل ثانوي سكوندرالي راح تعمل على الانتر الانتر فلانجيل جوينت مو جوينت واحد لانه راح تعمل على هذا فعمليا العضلة قادت تشتغل على لكل فينجر اللي هو الدستل الدستل انتر فلانجيل جوينت البروكسيمال انتر فلانجيل جوينت والميتا كاربو فلانجيل جوينت ولكن بشكل اساسي على الميتا كاربو فلانجيل جوينت بشكل ثاني وقعد تشتغل على الانتر فلانجيل جوينت الدستل والبروكسيمال كتست لهذه العضلة طبعا حتى نعمل تست لهذه العضلة الأضلة تكون أعمل لها pronation سوري أعمل لها pronation بالأول رح أخلي إيديه كأكزامينار يعني رح أخلي إيديه على proximal phalanx أو يعني على digits بشكل عام وأقول له أعمل يعني أكون بهذه الطريقة حتى أني يكون شغل العضلة الأساسي على الميتا كاربو فالانجيال جوينت وكلها أعمل extension رح ألاحظ أنه الأعصاب سوري الأوتار هذه العضلة رح يظهر بشكل يعني رح يبين وأيضا أني أقدر أعمل لها palpation في posterior aspect للفرار فهن أنا أقدر أعمل لها palpation وهن أنا أقدر أعمل palpation للتندنس ببساطة إذا شفتم موجودات يعني العضلة functional بهذا المعنى بمنتهى البساطة الآن ننتقل إلى العوالة الصغيرة اللي هي extensor dgc minimi muscle الاكستنسر dgc minimi رح ينطلق رح ينطبق عليها جزء منه التفاصيل اللي انطبقت أو أغلب التفاصيل اللي انطبقت على extensor digitorum وأساسا هي extensor dgc minimi كأنه هي جزء من extensor digitorum ولكن ما أعرف صراحة ليش أنه عاملة يعني فرع وحده يعني تحب الاستقلالية الظاهر بهذه النقطة يبين عدي أنه little finger قاعد يستلم two tendons التندن الأول اللي هو جاي من extensor digitorum والتندن الثاني اللي هو جاي من extensor digiti minimi طبعا العضلة رح تكون medial medial لل extensor digitorum فال extensor digiti minimi هي عبارة عن medial لل extensor digitorum relative position معلتها طبعا لما نتحدث عن distal attachment ونتحدث عن البست جوية معلتها under أو deep لل extensor اللاحظ أنه العضلة مكونة compartment خاص بها هذه هي extensor digiti minimi tendon هذا هو tendon مالتها ومكونة tendons sheath of extensor digiti minimi خاص بها tendons sheath خاص بها منفصل عن tendons بهذا المعنى فمنفصل ومستقلة هي عضلة مستقلة بالكامل يعني ما اخذ compartment وحدها ما اخذ غرفة وحدها بيت وحدها ولو لاحظ انه هذا هنا compartment هو خاص فقط بالاكستنسر دي جيتي minimi واكيد مكملة الى وتعمل نفس الترتيب اللي هو وبعدها تعمل وبعدها بتدس نفس الترتيب راح يكون نفسها نفس ولكن تكون خاصة بال باللتل فنجر مثل ما قاعد نشوف ايضا لو نلاحظ انه نفس الطريقة قاعد تكون انه هذا عامل الاكستنسر واكستنسر واكستنسر وتكمل لالتل فنجر كمان اكشن لالاكستنسر دي جيتي اكستنسر دي جيتي minimi انه هي راح تعمل نفس وظيفة الاكستنسر دي جيتي تورم ولكن راح تكون خاصة للتل فنجر والان احب اشير النقطة اني يعني بالاكستنسر دي جيتي تورم اني ما اقدر كل اصبع بشكل يعني منفرد اعمل فل اكستنشن راح يكون بشكل صعب يعني لو لاحظ انه بصعوبة انه يعني احس انه اكو شي راح يتمزق انه لما اعمل فل اكستنشن لاصبع واحد من الاصحاب بسبب وجود الانتر الانتر تاندنس كونكشن بينما بالنسبة للتل فنجر اقدر اعمل اكستنشن بسهولة اعمل اكستنشن بسهولة وحس انه اكو حرية بال اكستنشن مالتا السبب انه هذا الالتل فنجر العضلة خاصة بتعمل اللي هي الاكستنشن الاكستنشن ديجتي مني طبعا العضلة راح تعمل العضلة لال لالفينجر او للديجيت و بشكل سكندر راح تعمل على اه الانتر فلانجيال هتعمل اكستنشن لهذا الديجيت لل على الانتر اه اه فلانجيال جوينت عمليين كالتست لهذه العضلة ببساطة انه اعمل extension يعني هذه اخلي اصبع هنا اقول لي اعمل extension اعمل extension ولكن لازم البقية لازم يكون يعني خالهم ما اقدر عمل خالهم flexed ما اعمل extension فقط اخلي اصبع هنا وعملها ببساطة extension اذا كان اكو قوة يعني اكو extension معناته انه العضلة شغالة اما اذا ما كان اكو extension ولاحظت انه هو ييميل الى انه يحرك بقية اصابيع مع يعني ما يقدر انه بقية اصابيع يعمل لهم flexion وشفت انه flexion مع little finger ضعيف بمعناته انه extensor digital minimi بيها مشكلة بهذا المعنى ولكن راح يكون طبعا التست add metacarpophalangeal joint metacarpophalangeal joint وليس ال interphalangeal joints ننتقل الى العضلة الاخيرة عندي بهذه المحاضرة اللي هي extensor carpi alnaris muscle extensor carpi alnaris muscle مثل ما قاعد نشوف هذه هذه brachioradialis radialis longus radialis previous digitorum extensor digitorum extensor digiti minimi واخيرا راح تكون عندي extensor carpi alnaris muscle هذه extensor carpi alnaris muscle وال extensor flexor carpi alnaris muscle flexor digitorum profundus كل ذنى العضلات راح يكون لهن شي مشترك شنو هذا الشي مشترك proximal attachment لل extensor carpi alnaris راح يكون بتوهد يعني راح يكون عدها two origin فهي عدها two heads الهد الأولى راح تكون بال humerus مع بقية العضلات بالكمن extensor بالكمن extensor العضلات اللي يتكتبط اللي يتكون الكامن extensor tendent او اللي يتكتبط بالكمن extensor tendent فرح يكون الهاته origin هذا الوريجين الاول اللي هو بالكمن extensor tendent وال الوريجين الثاني او الحد الثاني نسمي فهذا هو عبارة عن الهيوميرال هد اللي راح يكون بالكمن extensor tendent يربط ها بالكمن extensor tendent اما الهد الثاني اللي هو عبارة عن الالنار هد اللي arises by the common aponeurosis attached to the posterior border of the ulnar ادنا مثل ما قلت انه العضلة اللي هي الفلكسر كاربي النارس والفلكسر digitorum profundus وال extensor كاربي النارس دني العضلات الالثلاثة راح يكون الهند aponeurosis مشترك اوكي يعني معناتها راح يكون عنده الوريجين مشتركة هاي الوريجين كلها راح تكون بالالنار لو نلاحظ انه نتر ما اعطيني هذه الاحمر كلها هذه الوريجين كلها غير انه الفلكسر digitorum profundus وال extensor النارس وال الفلكسر كاربي النارس ايضا هذي هنا الفلكسر كاربي النارس كلها ادهن نفس الوريجين كلها ادهن يعني قريب من بعضها هذا نتر مصورها بهذه الطريقة ولكن يقول انه يعني يكون عبارة عن مشترك يربط كل دنيا العضلات كل دنيا العضلات يكون ادهن مشترك هاي النقطة ضروري انه نفهمها ولكن وين يربطهم بالالنا فقط يعني بالالنا يعني يعني هذه العضلة محكوم عليها انه هي ما تستقل فسواء كان ذي الهيومور هاد ادها يعني اوريجين مع ثلاث مصول يعني ثلاث اثر مصول يعني وياها بعد اكو مصول ثانيات وايضا بالالنار هاد ايضا مكتوب عليها انه هي ما تستقل وايضا تشارك الاريجين مع الفلكسر كاربي النارس والفلكسر ديوتور موفاندوس فمكتوب عليها انه دائما تشارك الاريجين مالتها ما مكتوب عليها ان تستقل ابدا ننتقل الان الى ديستل اتاشمنت لهذه العضلة طبعا هذه العضلة رح يكون الها تن دنس هنا استقلت من اجد يعني من صارت بدينا انه خلينا لها غرفة خاصة بها خلينا لها خاص بها اللي هو هذا يعني هاي النقطة اللي رح تمر به هذا و جواها رح تمر و رح يكون لها غرفة خاصة بها و لها ايضا خاص بها خاص بها خاص بها خاص بها رح يكون طبعا الانسيرشن مالتها بالباس او الاترال الميديا الاسبكت of the base of the fifth متا كاربال بون بهذا المعنى طيب ننتقل الى هذه الصورة رح تكون طبعا مثل ما قاد نشوف وموضح بهذه الطريقة لان طبعا لازم احنا انميز يعني ذني العضلات لازم يكون اكو المفروض يكون صار ترتيب الهن هذه هي الاكستنسر وهذه هذه الاكستنسر ديجي تورم وهذه الاكستنسر ديجي تي مني وهذه اخير واحدة رح تكون هي الاكستنسر كاربي النارس بهذا المعنى وهذا رح يكون عبارة عن الاكستنسر فالأمور جدا واضحة وبسيطة على معداد اما كمين اكشن للاكستنسر كاربي النارس فببساطة رح يكون اكستنس رح يكون اكستنسر وظيفتها الاكستنسر لانه احنا اكستنسر قاعد نتحدث عن الاكستنسر مصولز فببساطة انه وظيفتها اكستنسر وبنفس الوقت وظيفتها رح تكون ادكشن اكستنسر كاربي رادييال إذا املت مع الاكستنسر كاربي رادييال رادييال لن風 فرح تعمل اكستنسر مثل ما وشفتنا ببداية الفيديو بحديثنا عن الاكستنسر كاربي رادييال لن風 pact فرح تشتغل مع ذني العضلتين تعمل اما اذا اشتغلت مع زم SOL فرح تعمل الل光 اللح اللح إلي هي هاي الحركة بمنتهى البساطة ما محتاجين نفهم اكثر ولكن كتست لهذه العضلة في ببساطة ان انا اعمل للهاند او للفور ام ورح اعمل واعمل ف يعني اللي قدر ايضا نسويها انه اعمل و هذه اذا شفت انه العضلة يعني اقدر اتحسس التندن مالتها اقدر ايضا اتحسس العضلة نعمل للتندن وللمصل فرح الاحظ انه اذا كانت فانكشنال فالعضلة كونتراكتت والتندن رح يكون الى بهذا المعنى فرح اقدر اعرف انه العضلة شغالة طبعا هذا ابارة عن يعني جدول يضم كل التفاصيل اللي انذكرت لحد الان عن المسلز لكن طبعا تفاصيل مجرد انه حتى نستذكر بيها غير كافية انه مجرد هذه التفاصيل تكون كافية تماما لانه يحتاج العلم انه يعني شر ينقول احنا تجيب دماغك تخليه بيعني كونتينر او كونتينر او طشت باختصار طشت وذب بمعلومات مالاناتومي حتى يتنقى يتنقى بالمعلومات البطبية وبعدين مطلعت البيت اه توفى ادنا احد بالعائلة مو بالعائلة يعني بالعشيرة اه ولد اه يعني عنده لوكيميا كان عانى من اللوكيميا لمدة ثلاث سنوات اه وما قدره يسوله زراعة نخاء العظم باون مارو رج باون مارو ما قدره يسوله هذا الشي لانه ما كان اكو ماتش مع بقية افراد الاسرة فبالنهاية انه كان من المتوقع اساسا وفاته والله هذا كان واحد من الاسباب اللي اخرنا اه اللي اخرني هاي نقطة النقطة الثانية اللابتوب اللي يعني امنتج عليه اللي كنت امنتج عليه كان يعني يقود 15 ساعة اخر اخر مونتاج كان للفيديو فيديو من الفيديوهات كان اخر مونتاج الى اخذ 15 ساعة فا يعني اشتريت حاسوب جديد حتى اقدر انه امنتج عليه فهذه السببين كانن بالتأخير وان شاء الله انه بالايام الجاية رح يكون اكو محاضرات اكثر وبنفس الوقت رح يكون اسرع نلتقي بفيديو اخر